وكان الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا قد عقد مؤتمرا صحفيا من مركز ولي العهد للبحوث الطبية وتدريب بالمستشفى العسكري تحدث خلاله سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والمقدم طبيب منافل قحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والدكتور جميل السلمان أخصائية الأمراض المعدية بمستشفى السلمانية الطبي وقد تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية عن دور الهيئة في إنجاح الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا مشيرا إلى إطلاق تطبيق مجتمع واعي والذي سجل فيه حتى الآن أكثر من ستين ألف مستخدم اليوم أود الحديث عن تتشين تطبيق مجتمع واعي تم تتشين التطبيق أمس لتعزيز هذه الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا بعد التأكد من فعالية التطبيق في النسخة التجريبية أطلقت النسخة التجريبية لفترة تقريبا ثمان أيام مئات المتطوعين استخدموا التطبيق وأثبت نجاحه وفعاليته لذلك تم إطلاقه بشكل رسمي وعندنا والله الحمد الحقيقة الإحصائيات تتبين أكثر من ستين ألف مسجل في التطبيق لحد الآن عندنا الحجر المنزلي الشخص اللي يقعد في البيت بمكان التطبيق أنه يتأكد أنه ما طلع من مكان الحجر وملتزم بهذا المكان من خلال طبعا تفعيل خاصية الجي بي اس الموجود في التليفون أيضا عندنا آلية إلكترونية نقدر من خلالها أنه نتأكد أن الشخص موجود مع التليفون صدر قرار وزيرة الصحة أمس اللي يلزم اللي موجودين في الحجر المنزلي إذا ما يكون في حجر حكومي أنه يستخدم التطبيق في الختام أود بس ذكر جهود الهيئة في تقديم كافة الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية لتفعيل العمل عن بعد مثل ما نعرف اليوم العمل من المنزل يتطلب وجود خطوط آمنة للموظفين للدخول عن ضمات الوزارات فالهيئة تسخر كافة إمكانياتها لدعم هذه الجهود عندنا طبعا آلاف الموظفين اللي يحتاجون لدخول على المنظومات الموجودة في الوزارات إضافة لدعم خدمات المؤتمرات عن بعد سواء الاجتماعات اللجان الوزارية بين الوزارات أو أيضا مع الجهات الخارجية أضف إلى ذلك دعم الخدمات مثل ما نعرف الآن معظم مراكز تقديم الخدمة حولت تركيزها للخدمات الإلكترونية لله الحمد نحن عندنا جاهزية كبيرة جدا في مملكة البحرين معظم خدمات الحكومية موجودة إلكترونيا أكثر من ستين في المائة ويجري الآن العمل بحيث أن نرفع هذه الطاقة إلى حوالي تسعين ثمانية وتسعين ثنين وتسعين في المائة في الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر